أهلا ومرحبا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اللوب الرمضاني ونحن سعداء بالتواصل معكم من خلال هذا البرنامج وإن شاء الله الليلة نقدم لكم حلقة تحوز على رضاكم اليوم راح يكون معنا طبعا ويكون هو محاور نسأل شوي عن التربية نسأل شوي عن بعض الأمور عن موضوع المدارس والمنتخبات المدارس والتعليم العالي وبعض الأمور وهو ضيف متنوع دائما بكل مجال معنا فهو ضيفنا اليوم أخوي العزيز بمحمد فيصل مخصيد ونحن سعداء وجوده اليوم في برنامج اللوبي أيضا مشاهدين الكرام راح نكون اليوم في جزئين في حلقتنا في سكان مدينة الخيران أخوي عدنان رمضان وأيضا أخوي أنور صرخو راح نتكلموا إياهم عن مشاكل مدينة الخيران وأنا أقول مدينة الخيران وما أدراك ما مدينة الخيران أنا أعتقد أنها منطقة منكوبة هذه المنطقة بالصور اللي شفناها والأمور اللي شفناها فعلا تحتاج إلى وقف جاد من المسؤولين لهذه المنطقة اللي أنا سميها منكوبة أمان يعني شفنا مناظر مطبيعية لا يوجد خدمات المشكلة مقطيها هالرمل من كل صوب حتى ما في مسألة التشجير مشاكل كثيرة يعني راح نتكلم فيها مدينة الخيران مدينة الأشباح هذه الله مدينة الأشباح أنا زرتها وشفتها مدينة الأشباح لا مشكلة أن أسمها مدينة والخيران أسمها جميع أسمها مدينة ما فيها حرف أي علامة من علامات الأشباح نحن راح نتكلم في هذا الموضوع وراح يكون فيه ويانا في الجزء الثاني والأخير من الحلقة محاربو السرطان بدر الفضلي جميل السبع منله راح نتكلم عن مرضى السرطان وغيره ويعني الأمور التي تواجه أخواننا يعني مرضى السرطان وهناك تجارب تم الشفاء من هذه التجربة نستشفوه دي تقصد نستشفوه وراح نتكلم وياهم إن شاء الله في كثير من المواضيع نرحب في ضيوفنا بدايتهم أخوي عدنان حياك الله وياهلا مرحبا فيه كلنا سعداء وجودك وياهنا أخوي أنور وزميننا أنور وبساحة سكان المنطقة حياك الله يا أنور وياهلا مرحبا فيك بشكوري على الصداق حياك الله طبعا رحب فيه محمد حياك الله محمد ننورنا والله والله بالعكس بوجودكم وإحنا يعني سعداءنا نلتقي مهاكم هذا الشهر الفضيل بس محمد نحس بفرحة ليش ما أدرسه والله العظيم يعني صجي نشاء الله والله يعني بوجودكم دائما واحد يبتسم الله يسلم أعسى الله يطول عمرك الرحب في نجوم اللوبي بسقر أول شي أنا سعيد سعيد الله صباحكم وسعيد في الأخوان يعني حسسوني بالفعل أنهم مواطنين وقلبهم على الكويت وقلبهم على منطقتهم على الأقل مدينتهم اللي مثل ما قال قال أخوي أبو محمد مدينة أشباح نعم يأيين عندهم حس كويتي ورح أن تكلم فيه ورح أن تكلم فيه يتمنون أن يوصلون صوتهم حق المسؤولين في الدولة وخاصة وزارة الأسكان أو مؤسسة الأسكان بإذن الله تعالى أبو عبد الله رحب فيك حياك الله يا أهلا أهلا فيك محمد أبو محمد رحب فيك رحب الجميع إن شاء الله بس أبي اليوم لا مواضيع اليوم دسمة حدلنا الغراب لا تقعد سأولنا أركض لا دسمة لا ما أكر كد لا يوما أكر كد فارح نقول أننا اليوم أنت صوت المواطن إن كان فيه نحن كان في المناطق وحتى فيه موضوع التأمينات بس دعنا نشوف قبل أن نبلش موضوعنا عندنا تقرير وكان فيه تصريح للنائب صلاح خرشد أبو عبد العزيز تكلم فيه موضوع التأمينات يعني وعرج بما أنه هو رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة والله تكلم فيه كلام خطير جدا ومهم فيه موضوع ما يحدث اليوم في التأمينات يعني أمانة للكلام اللي سمعناه هو كلام كارثي يجب أن تكون هناك ردة فعل من النواب على ما يحدث في التأمينات أنا أعتقد ومثل ما قال بو عبد العزيز في التغرير قال هناك كان موضوع خفص أن المتقاعدين وبعد مو الكلمة استفيد منه مجموعين وتكلموا وقالوا أن هذا فيه عجز وفيه عجز لكن نشوف في الجانب الآخر على الكلام اليوم اللي قال الأخ صلاح خرشيد هناك هدر في التأمينات والمشاكل اللي قاعدة تصير في التأمينات دعونا نشوف شنو قال أخوي صلاح خرشيد وراجعين لكم سابقاً كنا نتكلم عن فهد الرجعان فهد الرجعان نعرف أنه سرق التأمينات الاجتماعية ولكن ما زلنا نرى أنه فيه هناك أن يسرق التأمينات الاجتماعية مع الأسف الشديد ما زلنا قاعد نرى بأنه فيه هناك التجاوزات يعتم بالتأمينات الاجتماعية لما أنت تحط عذرك كمسؤول أول في التأمينات الاجتماعية وأنا أوجه في طابل الأخوز المالية أحترمك دكتور بدر دكتور ناي فقدرك أجلك وأعرف أنك انت حريص كل الحرص على حماية الأموال بس لمن أي تفاجأ فيه هناك شركة اسمها شركة أياس التعليمية التأمينات الاجتماعية تملك فيها 22.5% وهذه أموال متقاعدين فيه تعرضها للبيع وتتخارج تأمينات الاجتماعية دون الإعلان ودون الشفافية أنا هنا أحملك وزن المالية وحملك المسؤولية السياسية خسارة التأمينات الاجتماعية من بيعت أو من التفكير في بيعت شركة أياس أو حصة التأمينات في شركة أياس تفوق 13 مليون دينار إذا 13 مليون دينار هناك وإذا 12 مليون دينار هناك وإذا 100 مليون هناك شون تقولون أنتوا أنه أنا ما بي أتحمل الواحد في الأمية ما المؤمن عليه كتأمينات اجتماعية لأنه ستحملني وتحمل التأمينات اجتماعية مبالغ طب قرارك اللي تخثنت في موجب بيعك لشركة أياس أو حصتك كتأمينات شماعية في شركة أياس ويكذبون مع الأسف على وزير المالية يقولون لأن ترى الحصة تمثل 0.6 وهذه تمثل شركة وفرة ولكن التأمينات الشماعية مباشرة تمتلك 22 في الأمية تحرك في بيعها دون إعلان رجعنا لكم مشاهدين الكرام وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة الشكلام يعني النائب صلاح خرشيد واضح التجاوزات اللي موجودة اليوم في التأمينات الاجتماعية الحديث عن شركة أياس التعليمية 22 بالأمية تباع الشركة بدون أي إعلان وأي شفافية أو أي وضوح يعني بقيمة 13 مليون يعني فيها المشكلة إذا مني 13 مليون ومني 100 مليون وغيره بينما الكلام اللي تكلم فيه ممكن نائب علي الدقباس ونواب كثير والأخوان في اللجنة المالية كان فيه هناك التأمينات رأيهم منه والله في خفص المتقاعدين فيه عجز وغيره وكذا اليوم فيه هناك واضح فيه مشاكل وفيه هدر في التأمينات وما يقام فيه هذا فأعتقد اليوم كلام رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة أخوي صلاح خرشيد كلام واضح وصريح وأعتقد أنه صار تجاوب من كثير من النواب أخوي رياض العدساني قدم أسئلة أيضا في كثير من الشركات اللي في دبي في غيره في موضوع التأمينات وأنا أعتقد من حق كل مواطنين أنهم يعرفون ماذا يدور في التأمينات اليوم وهذه أموال هي أموال متقاعدين أموال مواطنين يجب أن تكون هناك وقفة في هذا الموضوع من كل أعضاء مجلس الأمة وأعتقد أيضا النائب خليل أبول اليوم الدكتور خليل أبول يعني هدد فيه استجواب يا باتشر أو يوم الأحد راح يكون هناك استجواب لوزير المالية في هذا الموضوع اللي ذكرها صلاح خرشيد وأيضا الكبتن خليل الصالح ومجموعة من النواب واليوم أيضا دور النواب اليوم دور كل النواب إن كانوا النواب في اللجنة المالية أو في لجنة الميزانيات أو حتى الخمسين نائب إذا أنتم اليوم ما تعرفون ماذا يدور اليوم في التأمينات والأمور شركات تنباع وشركات بخسارة والكلام عن موضوع عجز في موضوع التأمينات ففعلا يحتاج إلى وقفة من الخمسين نائب في هذا الموضوع وهذا دور النائب وهذا الرغابة الحقيقية فنتمنى إن شاء الله أن يكون هناك فعلا يعني فيه رغابة في موضوع التأمينات وما يحدث في التأمينات اليوم من تجاوزات إن صدقة هذا الكلام فهي مصيبة وهدر يعني يمكن استخسروا والخوانة التأمينات على المواطنين واحد في الامية وقالوا أنه يسبب عجز وغيره لكن الهدر مني 13 مليون مني 100 مليون والحديث عن السرقات وغيره اللي يعني مجلس الإدارة السابق والاتهامات اللي موجودة أعتقد مصيبة وكارثة في هذا الموضوع أحمد يعني نشكر طبعا أخونا النائب الفاضل صلاح رشيد أبو عزيز على حماسه وتدخله في الوقت المناسب على الأقل لمنع أو سد تجاوز مالي حق من حقوقنا أنا متقاعد اليوم وأنا أحمل الأخوان في مجلس الأمة على اللي قمول بجارهم يعني أنا بسأل وينكم على اللي خذ الفلوس وباقهم وراح وينكم على النسب اللي قاعد يأخذونها في القروض أنا ما أخذ قرض من بيت من من التأمينات ما أخذي مني فوائد أكثر من المبلغ الأساسي الرئيسي وفيها كلام هذي حتى أخوي صلاح الهاشم صلاح الهاشم صلاح الهاشم جه الله خير قانوني هذه الفوائد وفيها يعني فيها أخذني صفاء الهاشم طلعت فترة وقالت ما قالت عن هالقضية وسكتت بدأوا الربع يتهافتون في البداية وبعدين لا لا إن شاء الله إن شاء الله معبد العزيز ما رح تسكيت معبد العزيز إن شاء الله هي مدافعة وإحنا كلنا أمل فيها وفي كل أعضام جس الأم المتابعة في هذا الموضوع أحمد طرع قرار أنا أعتقد فترة من فترات أنهم يردون لما صدر الحكم لصالح المتقاعدين أن يرجعون فوائدهم ما عرفنا لحد الآن ما أحد استلم فلوسها بعضهم قالوا يعطونكم كاش رجعون لكم الفوائد اللي انباقت اللي هي أوبر الوجه وهذا الهدر اللي موجود اليوم وهذا غير الهدر الآن يعني يا جماعة صارت المليارات والملايين كأنها بيزات فلوس فردة يا جماعة ما يصير بهالسهولة قاعد تنباقي فلوس الدولة وإحنا قاعد نشوف فلوس الشعب الكويتي وإحنا قاعد نشوف ولا نشوف النواب للأسف يعني مع احترام حق كثير من النواب ما نقول في بعضهم يشتغلون حق الكويت وشتغلون حق الشعب الكويتي لكن أكو كثير منهم للأسف شديد اشتغل حق روحا لا لا بس الآن دوره الآن نتحملهم بالمسؤولية ونشوف حماس وعزيز بموضوع الكلام اللي نقال كلام خطير وأخوي رياض العتساني قدم مسئلة في شركات وفي غيره شركة أبراج وغيره واليوم تكلم فيها أخوي رياض العتساني تفضل نحن على قول الله رحمه ابو علوي شو قول يقول المسؤول المسؤول اللي باقنا أو للوزير أو للحكومة باقتنا أو له هذه البوقة اللي صارت هنقول ما نقول بيعاز بتشجيع من المسؤولين ومن 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 تعالها وعدة هني عظامسلم ك wound ترى اللي نباقى الحين موسني اللي نباقى موسي اللي نباقى موبدوي اللي نباقى محظري اللي نباقى الشعب كله في كل هالفئات مباشر يونك يقول لك وقع تضامن معانا تقول ها خنشوف خنيدرس له باقة تديره باقة وكل فئات المجتمع الحين أعظام جلم ما يجب أن يتضامنون يستنصرون إيد واحد في هذا الكلام اللي قال شركات تنباع يعني بخزائر وباقل من قيمتها السوقية لتنبيع طيب لما تقول لي أنت 13 مليون شو نتأخذ غرار على 13 مليون ولا هامينك 13 مليون احنا هم الناس نقع نتابع أرغام وأحداث هذه أكيد هذه البيعة أكيد فيها بونس تكلم على الواضح شن البونس اللي نوخن من اللي خذاها وهل في مزايدة في الموضوع وين الشفافية في الموضوع مثل ما يقول بعزوز المفروض هذا الموضوع ينطرح وينطرح على شركة وحدة لا بوقة بوقة باقونا باقونا لازم ينفتح الموضوع موضوع التأمينات لأنه فيه كلام كثير يعني في قاعد يتداول في هذا الموضوع خصوصا اليوم يعني البارح عفوا البارح بصغر يقول إحنا فقدنا الغادة في الرياضة ما خليتنا أنا بكمل الليلة فقدنا الغادة في الرياضة لا إحنا فقدنا الغادة في كل مجال في التربية في الصحة في الأسكان وبعد شوي بنية حق موضوع الخيران وفقدنا الغيادة في المرور يعني وين من هالكلام لما ذكرنا مساء عسم الله يذكره بالخير اللوة عبد الفتاح لما حصل بإيدة الصلاحيات أعطت لها بالكامل أصبح غائد ونفذ وطبق كل الغانون على الكبير وعلى الصغير هذا ما نحتاجه هذا الغائد اللي أنا أكلمك عنه بصقر هذا الغائد نحن قاعدين نفقد الغائد في كل مجال والصحة في التعليم في الأسكان في كل المجالات صحيح مش شرط إحنا بس إحنا نسميهم محمد أفن إحنا كنا نسميهم أول أول إحنا صغار نسمع رجالات دولة ترى أذيك العيام دزولنا صور حتى في جمعية كيفان يمكن صور رجالات دولة حتى هم الجمعية لابسينهم بشوف تحسوا برزة اليوم ما عاد نشوف ما احترامنا وتغذيرنا حق نشوف نحترم الجميع يعني إحنا نحترم الجميع ما نختلف على هذا بس بصقر لكن وين رجال الدولة في قضية محاربة هذا الفساد اللي موجود شامل شامل اليوم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية يطلع ويتكلم عن هذا الهدر وهذه التجاوزات وبيع شركات بطريقة مريبة وفيها عدم شفافية وفيها ما مزايدات وترسع على شركات بطريقة غريبة يعني هذا فيه هدر حمال ما العام وعاد الحديث عن موضوع التجاوزات اللي صارت في السابق بس خلينا يقول لك ملاحظة دزلي واحد من الشباب أنا ذاكر قال لا تذكر اسمي يقول صباحك الله خير يقول أنا ما أخذ من التأمينات ثلاثين أبنين لمدة خمس ساعة السنة الفوائد ثمانتعش ألف ثلاثة أربع راتي ثلاثة أربع المثل لو يقول لك فيه عجز وفيه مشكلة قبل فترة لما تم مناغشة قانون التغاعد إذا تذكرون السالفة فيقولون نواب طبعا اجتمعنا مع الأخوان في التأمينات ومثلين التأمينات وعطونا أرغام مغلوطة صحيح عن العجز الالكتواري وعن كذا لما استعلم في شركة معايدة اكتبت أن هذا الكلام مو صحيح طيب عدم شفافية مو عدم شفافية هذا مجلس دار التأمينات ليش لحد الآن باقي إذا يظل النواب مجلس الأمة والشعب الكويتي في معلومات مثل هذه وتتراكم هذه التجاوزات وتطلع كلها البلاوي هذا شم قاعدة مجلس دار الهاني صحيح لا لحين القضية يعني محاسبة وهذا المجلس لازم يمشي إذا كان هناك فيه توجه حقيقي عند الحكومة عند الحكومة قبل النواب ما يجوز يا أخي قاعد تضحكون على الناس بعدين أنا أستغرب يا أخي يعني فيه أمور كثيرة اليوم نحن نتابع مواطنين دولتها بتغترض 25 مليون عشان تواجه العجز النفط واصل 60 دولار فبالتالي احنا مضطرين نقترض 25 مليار بنفس الوقت يروجون لمدينة حرير تتكلف بالـ 400 وشي مليار وبنفس الوقت على قانون التأمينات 57 مليار نكلف لا الحكومة مراضية بنفس الوقت تبرعات بـ 3 مليار لدول شقيقة نعم وهذه بيع شركات بخسارة وهدر يعني هذي هذي يقول لك بيع شركات شنو قاعد مقيمتها السوقية بالضبط يعني إذا سهمها نص دينار تباع بنص دينار على كلام الأخ صلاح خورشيد هذه كارثة يعني بنفعل دور مجلس الأمة اليوم مثل ما قال أبو محمد اليم وغضية والله هذا محسوب عليه ولا هذا محسوب عليه هذه غضايا بلد يعني شعب وناس ودولة قبل كل شيء لا يمكن السكوة تعالى مثل هذه نعم يعني احنا نتمنى واعتقد أنه يمكن الأخ رياض العدساني الأخ صلاح خورشيد رئيس هدد في الاستجواب خليل أبل قال أنا أقدم استجوابي أو الأحد راح أقدم استجوابي لوزير المالية في الكثير الهدف مش الوزير المالية الدكتور نايف الحجرة في الهدف ماذا يحدث في التأمينات اليوم من تجاوزات وهناك كثير من الناس اليوم أنا قريت مغالة كبيرة للاقتصاد يخوي العزيز محمد البغلي في جريدة الجريدة يتحدث عن شاللي قاعد يصير في التأمينات في هذا الموضوع المحامي صلاح الهاشم أعضاء مجلس أمه أيضا اليوم دور أعضاء مجلس الأمه الآخرين اليوم ما سمعنا الأربعة اللي هم الأخ رياض العدساني وصلاح خورشيد وخليل الأبل وخليل الصالح وين الباقي اليوم هذا دور أعضاء مجلس الأمه في الرغابة الحقيقية لتقول استجوابات وغيرها الهدف الهدف مش الإطاحة في الوزير أو غير الهدف إصراح الخلل وين المشكلة لازم اليوم يكون شفافية في موضوع التأمينات ويكون موضوع واضح فريق واحد فريق واحد لأن هذه الموال متقاعدين أنت ويعضاء مجلس الأمه اليوم في اختبار صحيح نريد أن نرى فريق واحد عجزنا من أكثر من فريق يتشكل في أي استجواب أصبح في قصة في موضوع بيع الشركات العجز اللي قاعد يصير شركة أبراج اللي سأل عنها الأخرياض العدساني في خلل يعني أبو عبدالله قال في خلل لازم تعالج الموضوع للأسف أنت قاعد تبوغ من قاعد تبوغ شاعد تبوغ وتقاعدين فقاعد وتقاعدين فقاعد وعمك وأخوك العود وأمك ويدتك يا جماعة قاعد تبقون هالكبار اللي عطوا اللي ما شافهم ذيك النعمة أيام على قولت القاعد للبحر والغوز خلوهم آخر حياتهم يتهنون بهالبسين بالديرة يعني الأخ المحامي صلاح صلاح لهاشم أنا وجه له تأمين يقول تعارض مصالح واضح في مجلس إدارة التأمينات ودخول المؤسسة في المساهمة في شركات يملكها بعض مجلس الإدارة يعني ضروري التصدل لهذا الموضوع واستجواب وزير المالية في غضية في أموال ومرواتب المتقاعدين ما في عضو مجلس ما في عضو مجلس أمه ما عنده عم ولا خال ولا عمه ولا خاله ولا يده مو متقاعده وقعد تنباق عمتك قاعد تنباق الحق نفسي بو محمد في شيء يعني مهم وهذا الكلام توجه لنواب وللحكومة اليوم المواطن الكويتي في كل مكان قاعد يتكلم عن فساد يا جماعة والله العظيم في كل مكان ما يصير في كل مؤسساتنا مو طبيعي اللي قاعد يصير بصراحة بدون أي محاولات جادة لإصلاح هذا الخلل يعني واليوم يعني عطاك على سبيل المثال يعني ما حدث اليوم في موضوع التأمينات بيع شركات بدون شفافية بدون إعلان أنا بيع شركة أرسيها على رضا معرفي تفضش وغل من سعرها بالضبط يعني هذه فيها خلل ويحتاج خلل فيها كاش فيها كاش مو خلل هذا يحتاج فيها فيها هذا يحتاج بمحمد هذا يحتاج إلى توضيح من قبل الأخوان في اللجنة المالية لأن هذه أموال متقاعدين ويجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية أيضا من وزير المالية من مجلس إدارة التأمينات محمد مو توضيح محتاجين محاسبة محاسبة طبعا محتاجين مو توضيح توضيح هذا انتهى ليش ليش بوضيح انتهى لأن الممارسات قاعد تستمر وما في أحد يتصدى لهم والأخطاء تتكرر لا ما فيه أخطاء فيه خطة واضحة واضحة يعني لما الله يذكرها بالخير الدكتور فهد الراشد لما كان يحكي عن هالقضية قضية التجاوزات المالية ما حد كان يسمع له صحيح إلا لما هو بنفسه شخصيا راح ورفع شكاوى وإلى آخر ولين صارت المصيبة الكبيرة والمليارات اللي سرقت وكشفت القضية للعامة اليوم يا جماعة أنا مع حبي وتقديري حق سموريشن الزراء لما قال أنا مستاء من الفساد المنتشر في الكويت إحنا محتاجين يا سمو الرئيس حلول خطوات جادة يعني كل ضرب مثل في مهاتير لما رد مرة ثانية حق السلطة أقصى قضاءات أقصى وزراء أقصى رئيس وزراء السابق وقف سكر الموامل يعني تعرفوا إن المشكلة بوبوص إحنا دائما في البرنامج نختلف في قضية معينة يسير اليوم الكل مجمع في قضية التأمينات يعني اليوم عبد الرضا يوسف البهدان لأن هذه قضية أموال متقاعدين يجب لدليل أن الشيق عود في هذا الموضوع باقونا أقول لك مبقنا محمد إحنا إن شاء الله يبين يعني وفي اليوم نواب الأخ رياض العدساني نوجهنا تحية على موقفه وعلى متابعته لموضوع التأمينات الأخ أبو عبد العزيز صلاح خرشيد كونه هو رئيس لجنة مالية واقتصادية خليل أبو خليل الصالح النواب الثانيين دورهم محمد أنا أناشد كل المتقاعدين وأنا واحد منهم يا جماعة القضايا المدنية والشعبية يفترض يتصدى لها الشعب نفسه لا نعتمد أيضا مع تقديرنا وحبنا حق النواب لا نعتمد على النواب لأن في بعض النواب والمصالح دورهم دورهم الحقيقي في موضوع التأمينات والهدر والكلام اللي قاعد يطلع وإحنا أيضا دورنا أيضا هذا اليوم دورنا ليش إحنا طلعنا وتكلمنا كنا يجب على النواب بوحمد دورنا أعلاميا أنا نشكرك على الله يسلم تطرق حق القضية المهمة جدا دورنا إحنا كالشعب كخدمة المجتمع المديني متقاعدين كمتقاعدين نطلع رح ونوقف واعتصام أمام التأمينات حتى نحسس المسؤولين في الدولة إن كانوا وزراء أو إن كانوا نواب ترى دوركم ما سويتوا إحنا اليوم ناخذ دورنا وأحنا أيضا وبصجر وأنا أيد كلامك اليوم وين دور جمعيات النفع العام في الضغط على موضوع التأمينات يعني اليوم الجمعيات اللي هي المتخصصة إن كانت المحاسبين أنا ما أدري أو المراجعين أو المرحامين أو الجمعية الاقتصادية ما يحدث اليوم في موضوع الهدر لازم يكون فيه يعني على يكون على وضوح يكون فيه شفافية فنتمنى من أعضاء مجلس الأمة أن تصلهم الرسالة هناك تذمر اليوم ما يحدث من بيع شركات وغيرة يعني مثل هذه شركة آياس التعليمية 22% وهذه عبارة يعني إذا يقول لك على كلام أبو عبد العزيز إذا السهم بنص دينار ينباع بنص دينار تنباع ما معناته هذه مصيبة معاوض أخاف شون يحلون هالجمعيات المهم نتمنى أن الرسالة تصل لأعضاء مجلس الأمة ونتمنى أن يكون هناك رقابة في موضوع التأمينات وإحنا نوعد مشاهدين أنه قد يكون لنا حلقة يعني موسعة في موضوع التأمينات وما يحدث من هدر في التأمينات خلونا نريح وياكم مشاهدين الكرام بفاصل كصير وبعدين نرجع بتغرير خيران ونبلش موضوعا شكرا 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 فيقول وادفع قص ومبلغ وقدرة انا اليوم كمواطن ومؤمن علي في التأمينات ودافع فلوسي من ستة ثمانين انا اليوم بطلب اذا ابو حمد لا تسمح لي من الاخ بو عزيز نائب الفاضل صلاح كرشيد وايضا من الاخ الاستاذ حمد الحميضي انهم يوني قعدون معانا هنا وبجودنا حنة اتمنى من صلاح يسمعني ابو عزيز واتمنى من الاستاذ حمد الحميضي كونه هو المسؤول الاول عن اموال المؤسسة يحضرون اتنينهم هنا مع ناس اني ناس من الاقتصاديين الماليين من جمعية الاقتصاديين وهذا الكلام اللي قاعد يدور عن التأمينات خليعروني امام الشعب الكويت وطالما انت مشكور بو حمد فتحت لنا الموضوع وعطيتنا الفرصة ان نتكلم فيه بالفعل احنا قاعدين نشعر بالغبن ونشعر ان احنا في يعني انسيف يعني في ايدي غير امينة والنبي محامين ايوني هنا وصلاح يبصوا احنا نرفع قضايا كمتقاعدين نرفع قضايا عند هالمحامين منهم من المحامين صلاح الهاشم يعني امان ابو عبد الرحمان صلاح الهاشم متبني موضوع التأمينات ويمكن انا اقول من القلائل اللي الرجل قاعد يصارخ في الموضوع يعني حاول ان في هالموضوع يثير قضية ما يدور في التأمينات اليوم هذه فرصة ايضا يستعينون بالاخصلاح الهاشم وموضوع التجاوزات اللي في موضوع بيع الشركات بطريقة غير واضحة وما فيها شفافية ولا فيها ولا فيها اعلان وفيها يعني خسائر وهدر في المال العام اعتقد اليوم دور وهذه مناشدة من اخوي بوصكر اذا اخوي حمد الحميضي والنائب صلاح خورشيد يطلعون عندنا في يعني يتكلمون ويكون الموضوع امام الرأي العام في قضية التأمينات هل كلام اخوي صلاح خورشيد صحيح واحنا يعني الناس اليوم كلها مذمرة مما يدور في التأمينات وايضا اخوي حمد الحميضي خلي يقول خلي يدافع عن ما يحدث في مسألة التأمينات شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك بدايتين احنا سابقون اخذيناكم موضوع بعيد ماركم شغل فيه الخيران نبي في البداية نبذع عن منطقة الخيران عدمان صبحكم الله بالخير خيرات والكرامة انا بالبداية ايت بتكلم عن الخيران بشوف لي موضوع حط حق المنطقة يقول شا سميها المنطقة ان شاء الله ابو محمد ياب الاسم ياب سماها يعني قال مدينة الأشباح الأشباح نعم يعني حقيقة الأشباح الصور هذي احنا بعد قلنا ما انا بنخرعكم خنحطكم شوي شوي تدريجي نعطيكم بعض الصور بالمنطقة المرة الياية ان شاء الله نعطيكم الجزء اسوء من شذي يعني حقيقة الواقع مأساوي عندنا بالمنطقة ما ادري انا الان لما انا اخذ منطقة انا اروح اراكب خدمات الوزارة وروح اذابش مع الكهرباء وذابش مع التربية وذابش بالماي ابني بيتي ولا اقعد الحق الوزارة واقابلها الوزير وهالمدير عساس انه بس يمشي خدمات يعني شي صعب الصراح استلمنا منطقتنا تقريبا بالالفين وثلاثة ازاي طبعا ما شاء الله اطولنا قالوا هالمنطقة متكاملة فهي خمسة وثلاثين الف وحدة سكنية استبشرنا خير خمسة عشر سنة ناطرين بنسكن عيالنا بعد شم وحدة سكنية قالوا خمسة وثلاثين الف وحدة سكنية خمسة وثلاثين وحدة سكنية خمسة وثلاثين الف الف مدينة متكاملة الآن شنو الوحدات السكنية اللي استلمت تقريباً اللي توزع خمسمية وشيء تقريباً ثلاثمية وشيء وفيه طبعاً حق الإخوان السعوديين اللي كانوا ساقين بالزور عطوهم أراضي موجودة عندنا بس الحين قاعد يبيعونها لأن أملاك خاصة أراضي ومحلات سمعتانا بعد أي محلات الأفرع يعني محلاتهم اللي بالزور عوضوهم شنو؟ محلات بيوت في الجمعيات أفرع الجمعيات لأنه ماكو جمعية تعاون زين زين بلشنا بعدها بسنتين تقريباً قلنا يا الله خنبني بنائنا وخلصنا ولكن خدمات المنطقة الأساسية ممتوفرة يعني أنت مطلوب مني أن أنا أروح أسكن بالمنطقة أنا راضي لحين أروح أسكن بالمنطقة راضي ما عندي مشكلة والمسافة ما عندي مشكلة فيها متعود أروح الخيران أروح متعوذين على هذه المسافة زين أنت وفر لي الخدمات الأساسية وفر لي المستوصف وفر لي الكهرباء والماء وفر لي أفرع الجمعيات هذه شغلات أساسية أن أحتاجها ما هي موجودة ما هي موجودة أبداً أبداً لا جمعيات لا فرع الجمعيات لا لا موجودة أمين أنت أنجزت المستوصف وأنجزت الجمعية وأنجزت المخفر كمونشأ كمونشأ خواست وسكرت بيبانهم زين؟ ولكن شقلهم سوينا لقاء فيهم الخدمات كاملة بس مباقت تكسرت مباقت؟ لا يوجد شيء داخل نحن بدش المدارس سوينا لقاء البيبان مكسرة حتى بلاكات الطوفة مبيوقة أنا سويت لقاء بالشاهد حتى بلاكات الطوفة بايقينها البلارات مبيوقة تكيير يعني واقع الصراحة مأساوي إذا مخرجنا عنده بيرول يطلع لنا نحن قاعد نتكلم محمد مخيم مخيم ثلاثة أيام ما تروح لي يبقوني مخيم صحيح موضوع المخيمات هذا شيء ثاني خلا أقول لك البلدية البلدية ترخص بأرضي أن الناس تخيم ترخص بأرضي أنا السنة اللي طافت دشيت موقع البلدية شوف الصور وياني ببيرول هذا الصور المنطقة المدرسة الخيران المدرسة مدفونة مدفونة ما هي المنطقة يعني أين الزراعة أين البلدية أين الصحة في تشغيل المستوصفات أين التربية في تشغيل المدارس يعني الخدمات الجمعية ما يرحوا يسكنون لا والمصيبة أنا اللي سمعتها عادي وابحول ليها الأخوان أنه قاعد يستغطعون الغاز وهم للحين ما سكنوا كمواطنين شلون ولا أنت معطي بدرجة طالع طالع الأهمال هناك مخفر يداومون فيه لا 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 مدينة ما فيها أمن خلقوا لك شغل الآن إحنا هذه المنطقة الجنوبية كلها هذه الكتابلات كهرباء ها يلا ما بيو لا هذه المجاري المساعي 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 شنو شوف هذه وحدة من المدارس هذه وحدة من المدارس يعني الراحة يعني الدولة كم دافعة عليها المدرسة أشباح شوية أشباح شوية ما فيه حبيبي ما شيء طالع طالع بذمتكم هذه منطقة في دولة الكويت معقولة دولة الكويت فيها مثل هذه المشاهد هل من المنطق وهذا الكلام نوجهه للمسؤولين وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس وزراء والنائب الأول هل تقبلون في هذا الوضع هل تقبلون أن عوائل الكويتية تسكن في وسط الصحرة بهالشكل في هذه المنشآت المتهالكة الخرابة الله يكرمكم كلاب ظال أحد الأخوان سألفلي قبل فترة الكلاب ظال هاد على الحارس اللي عنده مدممته لا في لا مخافر لا مخفر شيء قال لا مدارس لا مستوصف ليش قاعد تسون شيء في المقابل بينه وبين صباح الأحمد البحرية ترى هايوي يعني كم أقل من كيلو ما في كيلو ما في كيلو وخدمات ما شاء الله منجزة لأن السلمتها شركة خاصة حطت لهم ما شاء الله مجمعات حطت لهم ما نبي مجمعات يعني لاتي تحط لهم مجمعات تابي تابي أنت الأمور الأساسية هذه خلني أسكن أنت طابت مني خصمت مني قصد التسليف عشرة بالمئة مرات بي مو شوية طمع ويتشلت مني بدل أجار وأنا ليل حين قاعد بأجار ما عندي مشكلة عطني خدمات تقول لي روح اسكن عطني ما مطالب شيء هل في أحد ساكنة في المنطقة أم لا؟ في كذا عائلة ساكنة في المنطقة وفي منهم ناس دوي احتياجات خاصة كل يوم قاعد ينزل الديرة كل يوم مسكين يقز إبراه أنا طبعا خبرتي شوية كمتوضعة في الإعلام الرياضي يمكن واليوم قاعدين مع ناس كبار في الرياضة وعند الله أبو صقر وخونا محمد شرفنا في اليوم وأنت يا أبو محمد حبيب أنت من أسرة الرياضية صرخو أسرة الرياضية وأنوار محلل ما لك شغل في الدوليات الإنجليزية والأربية مشكلة أننا مثل ما قال أخي عدنان أخذنا وعود وكلموا أن هذه المنطقة جاهزة من كل النواحي وفوجئنا مع الوقت أن العملية صارت كأنه ما لها شأنك فيه كان يقطك بالمنطقة هنا دبر نفسك أنت وقعدنا أكثر مرة مع وزير الإسكان السابق وحاولوا الجماعة بعد تتحدثوا مع وزيرة الإسكان الحالية وتكلمنا معهم أكثر من موضوع من الكوارث اللي صارت في منطقة هنا قبل سنتين لما وزارة الإسكان تعتبروا أن المنطقة جاهزة ويقف منك بدل الأجار هذه المنطقة سكانها ما يأخذهم بدل الأجار يعني ما معناها هذه المنطقة جاهزة أتفضل روح أسكن أشياء كثيرة أنور أنا أقول أنت خصمت علي الغص خلاص خلني أسكن عطني أنا منطقة أقدر أسكن فيها فيها خدمات أساسية لي وعيالي يعني أفحمد اللي قال عنهم أخي عدنان من الناس يعالج كيماوي يوميا يروح أو بين فترة ينزل بديها جلسة يأخذ جلسات كيماوي ويرجع من سكان المنطقة أقول أن أبو يوسف الله يشافي يا رب يعني وضع جدا جدا مساوي كيلو تقريبا ديش أنت داخل منطقة كيلو لين توصل للقطع الثالثة اللي موجودة ما في المنطقة توا من شهر أو شهر ونصف حطوا الإضاءة شغلوا الإضاءة هذه بعد ما نحن دابتنا لا تشوف فرحة الناس ولا تشوف فرحة الناس بالكيلو هذا اللي صار في إضاءة شوارع صار ممشأ ايه الناس فرحت كأننا نحن نسوين إنجاز كبير كمية الإهمال ثلاثية ثلاثية كويتي بالتالي لا أنواعم همم مهتمين لا وزارهم مهتمين احنا قائنا نتكلم مع وزير الإسكان إحنا قاعد نقنعها بالمشروع احنا قام بكم يعني كأننا قاعد يقول قاعد نقول هيب ترى المشروع يعني كملوا الله يخليكم شو موديكم مناكم شو موديكم مناكم بدون ذجة الماردة وزير لت تريس وزير ولأنا وزير شو موديك مش زعين المنطقة على الناس يرحون تكون دعني ليش قبلت آك عليك يقول لك ليش استعجلت وخذيت بها المنطقة هذا الحد شيء هذا الحد شيء وزير لاحظة شباب أبيل الآن المنطقة فيها مختار فيها محافظ فيها مختار فيها مختار فيها محافظ محافظ المياه أعتقد هي أشياء وقع يتابع الأحمدي الأحمدي اللي نعرفه كنظام دولي مختار مدينة فلوريدا شال فلان وحط فلان وسوى تصليح هذا نعرفه من المختارية واللي نعرفه حنا بمحمد هني صلاحيات محدودة للمختار يعني المختار والمحافظ بمحمد أنا أعتقد الأمر منوض في الدرجة الأولى في وزيرة الإسكان تقول لي ليش وزيرة الإسكان هي المفترض فيها وأعتقد فيه لجنة تربط البلدية بالصحة بالتربية في أي منطقة سكنية جديدة لازم ممثلين توفير المدارس توفير المستوسط توفير الداخلية المخافر هيئة الزراع وخصوصا في منطقة سحرابية أول شيء يوفره لنا للأسف أنه هو توفر الكهربا وبالتالي قال لك خلاص ولكهربا توفرت خلاص بدل الإجار وما تحتاجها إذا أنا باشر برح أعالج والدي أعطيه كهربا ما تسعق والدي أعطيه كهربا ما يصير الكهربا تشغل المنطقة الماء هنا ندابج فيه نبي يقول لك أنت وعددكم قليل ثلاثمائة وحدة سكنية أنا إذا شغلت لك البيبات هذا ممكن أن تكون في سمية أو ما في حركة أنا أروح أدابج أقول لك تعال يبلي تناكر أدنان أبدالله تدري وين المشكلة الحقية المشكلة الحقية لما الأهالي أبو صقر الأهالي شوف وأنا عارف قاعد يسوون يروحون حق كل مسؤول يحايلون أم حاين والله يحايلون أم حق يا رجل وهذا حق وهذا مع أن حق أصيل لهم مفروض مدورهم أغلب المسؤولين قاعد يتجاوب يعني متجاوبون يقبلون في مقابلة الأهالي مع أن الوعود كاذبة وكلها كلها علفاضي سراب لكن قضية الوزير المسؤول عن هيئة الزراعة مسي عليه الأخ محمد الجبري حسب معلماتنا طالبين مننا أكثر من مرة يطلبوا مننا لغاء على التسجير وعلى الحزام اللي يسوون المنطقة وعشان السافي وكذا ما حد راضي يستقبلهم مع أن هذا مو دور الأهالي أصلا مو شغلنا أنت اللي مفروض قلون في دوركم يعني أنا المنظر هذا والله يزعجني غسل شو سوون في ناس ترشمع إلا ساكن هناك تقريبا 14 شو سوون معي اتصال أنا معي اتصال من أخوي أنور الزام الرئيس لجة أهالي مدينة الخيران السكنية حياك الله أخوي أنور وياهلا مرحبا فيك حياكم الله مساكم الله بالخير جميعنا وصبحكم الله بالخير جميعنا مساكم الله بالنور نشكركم على متاحة الفرصة لنا والإخوان المتطوعين اللي للأمان اشتغلوا أكثر من المسؤولين وأكثر من الوزراء نفسه والله العظيم يا جماعة أننا سعينا في هالمنطقة صارنا ست سنوات سعي يعلم الله أن حتى الوزراء ما سعى ومتاحة من أفين ستأش من أفين ستأش يعني اتصور احنا مساكم تسألون متى خذيناها يا جماعة الخير احنا قابلنا في المنطقة هذه قبل خمس سنوات لأن الدولة توجهت لتوزيع شقق اللي هي جنوب غرب الطبيقات واستمتها النار فتمنها يبقى شقة قتالي الأمور لا ما تسوى تنطر سبعة سنة عشرين سنة آخر شي تسكن في شقة لا اقبل يقول يا دولة اقبل لا توكل على فخذينا في المنطقة الحدودية هذه يعني هل من المعقول أن الشباب اللي ضحوا يعني الكويت اللي ضحوا وراحوا في الحدود ترى ما ورانا إلا جوازات خذينا هناك يا جماعة على أنها منطقة غائمة يقضوني هالقطة هذه والسحرة سنة الضطع والسحرة يلا نروح جابه مصيرك وقلناها أكثر من مرة وأكثر من لغاء يتماعي حرام عليكم والله معانا معاقين ومعانا أرامل ومعانا أيتام خافوا الله فينا يا وزراء يتماعي ناخذ الصور اليوم لو تساب نعمة نسحب الصور بالألوان ونروح نحطها على طاولة الوزير يقول لي يا وزير أنت اليوم بالنسبة لنا منه أنت وزير أشغال ووزير بلدية يا أخي شوف الصوت شوف الفيديوهات يرضيك هذا أنت تدري ولا ما تدري إذا تدري مصيبة وإذا ما تدري المصيبة أعظم يا أخي وين نروح حقبلوا نشتكي شنو هالقطة اللي قطيتونا فيها فرحنا يوم خذينا ما في لا مطلع ولا خيطان ولا جنوب غرض عبد الله مبارك ولا أي توزيع كان في يوم خذينا ليش تقطونا هالقطة زين قطيتني هناك عشان توفر لي سكن لي والحيالي ولا عشان تبهذلني شنو قطب السحرة حتى الجاقول أحسن مني الجاقول في مخطط وفي نزهة وفي أجرات يومية عنوار والمصيبة هذا في كل منطقة سكنية تتوزح هذه المشاكل تتكرر في كل منطقة سكنية لا مستهدل اللي صار في الخيران والله كله غسم بالله يا أبو حمد اللي صار في الخيران والله ما تكرر فيه أي منطقة يا أخي إذا إذا نحن قاعد نشوف المناظر جدام نكاه البيرو الشقال شوف شوف شلون المنطقة متفونة بطريقة يعني لا فيه أي اهتمام شوف نحن كوي المدارس صور انحطت جدام عين الوزير تقول لي يا أخي أنت يرضيك ليصير بالكويت شذي حرام يا أخي صور حتى الصور حتى الصاحب المكتب اللي يصحب لي الصور يقول يا الله الله هذا المؤابع هذي في الكويت والله وصلت فينا أن نروح حق لجان الخيرية نطلب من الأخ وزير محمد الجبري أنه يجينا يرحمنا يحط الوزارة الثانية تقول لك أنت ما عندك حزام شجري شوان أحبي منطقتك يعني هل يعقل أن نروح حق الوزير محمد الجبري صار لنا سنتين مسك البابه فذاك اليوم يقول لاقين آثار والخيران حق آثار قبل ألف سنة يا يركب طرع مخيم قديم مجهون يخشون الأحياء كل الأمواق ما يصير ترى الشباب اللي جدامك يضحكون ترى والله العظيم وهم رايحين منطقتهم يبتون أقسم لك بالله أقسم بالله يا بجون تشوفهم كشخة جدامك وقاعد يضحكون والله كل واحد قاط 200 ألف مو عارف وين وجهتك لا جامعات ولا معاهز ولا جمعيات ولا مدارس مدارس مستوصف ما فيها مستوصف ما فيها أنور بس دعنا نقول إن شاء الله يعني الآن الأخ العزيز يعني وأنا أعتقد بو ناصر هو بالنهاية قبل لا يكون وزير وهو يعني ممثل للشعب وهو عضو مجلس أمة قبل لا يكون وزير أنا أتمنى أنا أتمنى أن نداءكم يوصل وأنا أعتقد بو عبد العزيز الوزير والوزير كون وزير إعلام وهو مسؤول عن هيئة الزراعة وأيضا هيئة الزراعة فيها رجل فاضل أيضا الشيخ محمد اليوسف محمد محمد ولا وزارة حق قصيدها عندنا ولا وزارة زين وزيرة تلسكان ما كلمتوها المهندسة جنان يعني ونعم فيها المهندسة جنان يعني من يعني متفالين فيها خير يعني كوزيرة مهندسة جنان تقول لك أنا ما أريد أوني مستلمة ما أريد عن منطقتك زين أنا أنا إحنا مواطنين مجموعة مواطنين يا وزيرة ما تروحين نشوفين هالمنطقة وتشوفين شنو مشاكلها واحتياجاتها يكون في تنسيق بين مزارات الدولة من حق يطلع زيارة مدنية بوري تاج حبيبي في مسؤولين زار المنطقة ولا مسؤول ونحطك الصور جدا ما يبقق عيونه بس كاشف ورا هالمكتب تعال يا اخي اطلع انهض نفسك شوي يخل الوكلة يطلعون خل المسؤولين اللي انتحتك يطلعون شدعوة انت تردل ويا هالمكتب ما تبي في ناس غيرك تبتشتغل واخر يا اخي ما فكرتوا تلجؤون للغضاء هيئة مكافحة الفساد يعني انا اللي عرفها بوري تاج ان هذا الامر تم تداوله داخل مجلس الوزراء وتم تشكيل الجانب لكن بدون اي نتيجة انزين 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 انور مطالبكم ش اللي تبونا الان احنا اليوم من خلال برنامج لو بنا بنوصل صوتكم للمسؤولين شنو اللي مطالبكم اللي تبونا يا ابو حمد انا مطالبي اللي بقول هلك انت عطيتني بيت عشان تلمني وتلم اسرتي صح ولا لا صحيح انا اقول لك والله المخيم ينحط في حارس اشرف منها المنطقة هات الله وكبر يا اخي ما في ولا وزارة ما درتي بشيء وانا مسؤول دق سلفوا يا انا والله منطقتكم ما ديه وزارة الوزير اللي قبله يقول لي والله وزعته وزعناها بالغلط والوزير اللي قبله يقول هاني وزعتها الخارجية انا شكوا انا شكوا اعضاء اعضاء مجلس الامة يعني ما في احد فيهم تحرك في هذا الموضوع والله الامانة تحن احنا توجهنا حق النائب خارجم والنس ايه الفترة الاخيرة وان شاولنا تجاوبوا يانا واسس انه يطلبنا بس يا ابو حمد عقب شينو عقب خمس سنوات احين راح يقعدوني بعد خمس سنوات عشان او عشر سنوات عشان بطيل منطقة صحيح اوكي يا اخي والله العظيم اه انوار 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 المنطقة الان المنطقة هذا الان فيها غيد يعني انتوا تنتخبون ماذا بعد لا حاليا لا احنا تبع المنطقة فلحمة محاضرة فلحمة يعني يعني المنطقة انوار ما فيها اصوات ما تنتخبون عدل ما من ما من بمحمد 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 يعب اتقلوا مش كل الناس خاصة بيوصها هنا عندنا مش على الجيقان سكن اسبوع ونحاش يقول ليش بوجه الراح قال وين اروحي بجول جد اوي وين اروح ما عندكم اصوات ومش الفهد السعيد عيالة دافئين اجارات اصوات ما عندكم يقول اذا نقاط هناك شن اللي يخدمني وين اودع يالي يدرسون وين اعطي وين يدرسون الله يعينك وابناء احيانك وين تروح الناس معانا فيصل مقصيد بمحمد الوكيل المساعد في وزارة التربية وهو اليوم محللنا يعني هم اليوم ما لا صفر يقول لك انقل هناك وبعدين بطل لك المدارس اذا في شيء على التربية بمحمد يعني اللي يخص جانبكم ما في مجال يعني هل موضوع موضوع مدارس مدارس منطقة الخيران السكنية هيصال لها اكثر من اربع سنوات لما احنا استلمنا من انهيئة العامة للاسكان والمدارس لما استلمت ما كانت فيها السكوريتي وما كانت العقود لحد الان مبرمة بشكل كامل خطق اللواع والقوانين فلما استلمنا ولا المدارس الاربعة اللي عندنا كلها ما بيوقع البنية التحتية منطقة المدارس كلها من باقى وقدمنا الادلة والصور والحيقيات كاملة الى اللجنة المالية بمجلس الأمة لانا ده كل سنة كانوا يحطونها الملاحظة هذه على تكلفة المالية لسرقة مدارس وزارة التربية في منطقة الخيران 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 وإحنا السنة هذه الأسبوع القادم لدينا رح يرفع كتاب من الوزارة إلى وزارة المالية بتعزيز الميزانية على أساس أنه مع بداية العام الدراسي تم افتتاح مدرسة واحدة وعلى أساس أننا نأمن قضية الهيئة التعليمية وأيضا الجانب السكوريتي الأمن وأيضا النظافة والأمور هذه كلها فراح تتضح الرؤية بالنسبة لنا اللي افتتاح مدارس أحدى المدارس في منطقة الخيران بعد العيد نستخدم المالية راح يتم التنسيق كانت متواردة في الزور مع المنطقة التعليمية على أساس أنه الكتابة السكانية أوكي أنور ذاتها بتختم عشان الوزارة نفتح محدة من المدارس الابتدائية مرحلة الابتدائية أنور بشكل سريع أنور إذا خل يختم أنور وماذا نتكلم تفضل أنور ختام أنور الختام جماعة قاعدين نقول وفرونا على الأقل مدرسة ترى مدرسة كانت موجودة في الزور كانت أقول لنا ميزانية لا نقول لك مدارس مع أننا لدينا أربع مدارس ما شاء الله يا أخي وفر لنا مدرسة مشتركة مثل ما كانت في الزور يعني شنو تعيقك مدرسة في الزور تضع عليها حارس هالميزانية اللي رح نأخذها من الدولة مدرسة هنا بحطوه لنا مدرسة بانات ومدرسة السميان ومع السلامة كل الصف سأله رح يدام في عجمة عشان سوي لكم متوا قطيتونا هناك في شيء يمن الروح لندهم يما ما في شيء يحاول ما يجب أنا شاكر لك أنور وانتمنى إن شاء الله أننا المسؤولين يعني أحد الإخوان والله قاعد يقول الكلام يقول الوحيد التنمية منطقة الخيران هي يعني إعلان استغلالها ورفع عالم خاص به حتى يتم تقديم قرض من الصندوق الكويتي للتنمية لإنشاء البنية التحتية شر البنيتي ما يرحق لا فيها الحسن انا بناشى صندوق الكويتي للتنمية خليه يعطي قرض حقه حقه والله أنا عندي حل أحسن إذا الدولة مقادرة أنها تعمر هذه المدينة يا أخي المملكة غريبة علينا يضمونها على المملكة يسوونها والله مجد عنهم إذا عيال الديرة مستغلين عنهم إذا أرض عليها منشآتها لا يبيعط أقول لك بشهر واحد يعمرونها بمحمد تذيش المشكلتنا في الكويت يعني يفترض في بناء مدينة يحتاج لها كل وزارات الدولة وكل أطقم وزارات الدولة ليش مبنتها تتشرك تشرك بع بعضها في الإحداث سياسية ليش مبنتها تشرك بع بعضها عشان تغطي المنطقة صحيح تغطي المنطقة وخليها في شيء اسمه التنسيق والمراقبة المتابعة والمراقبة هذه اللجان يفترض هي المناط فيها وتعطي تقارير دورية حق المعنين من كان من وزارة الصحة الداخلية طبعا عارفينه وشايفين جدام عيونهم اللجان وضحت الصورة اللجان خير متعاونة ولا قايمة بدورها اللجان هذا اللجان اللي شكلت من جميع الوزارات مو متعاونة ولا قايمة بدورها والدليل إنه بس خلنا إذا أنت تقول لزان أنا أروح أقمينه من يحاسب هاللجان هذه من يحاسب هالخدمات من يحاسب هالوزارات ما في رأس أحيب مع احترامي التربية يقول لك إحنا ما نقدر نسلم إحنا سمعنا التربية يقول لك إحنا ما نقدر نسلم لأن المد وخدمات مباقة من زين من اللي سلم من اللي متحاسب هذا هم هدر بالمال طبعا أنت المستوصف أنجزته كامل وبعدها ينباقي معداته والله ما حرام ما العام ما العام ما جزة الصحية ترقال يواي يعني ودي أقول بالشغل بس بحق بروتاج أولا يعني ريال صراحة شايل حمل المنطقة على ظهرة ويعني زهر مضان بعزر مضان بهذا الحر هالجو الحر يفتر بكل الوزارات ما خلى مسؤول ما رحلي يقعد بوين وثلاث عشان يقابل يعني بروتاج توقع يمكن رشع نفس الانتخابات حين يعرف كل المسؤولين في الدولة بس والله ما قصر يعني رشاتنا في مجروحة ويعني الأفضل كبيرة على كل السكان جزاه الله هذا لازم يحطونا بشكل سري عشان الوقت بوعي هذا لازم يحطونا مختاب مطالبكم مطالبكم أنا إذا بتكلم لك عن مطالبنا ما تخلص فتراح تقوم أأيب لك أأيب لك ملف شيء يب لك شأعطيك هوراق وايد ما قدر أذكر كل المطالب إحنا الهين نبي المطالب الأساسية نبي توفر لي الماء المستوصل الأمن والمخفر يتبطل لأن المخفر أنت إذا بطلت عندك المنطقة الجنوبية لصباح الأحمد البحرية ما فيها مخفر أي حادث يصير يجزونك الزور الزور أو الأحمد تعال أنت حين حطيت منطقة بحرية كاملة وقطاعات كاملة وبطلت الخيران السكني حط المخفر ومتكامل موجود حط فيه كادر خلي دام تشجير يخدم لك المنطقة هذه كاملة وأن نحتاج إلى تشجير في المنطقة قاعد يديش عليها الأخوان في هيئة الزراعة برياسة وزير العلاق إن شاء الله إننا ما يقصر الأخ محمد الجبر نقول يا رب على وعسى إن يكون فيه هناك تحرك في هذا الموضوع أيضا الشيخ محمد اليوسف أنا أعتقد ما يقصر بسعود متعين جديد إن شاء الله في الهيئة إن شاء الله يسمع نداءكم إحنا ندابج أنا بي أنا أروح بين وزارة وزارة أو أي أقاب المسؤول تعالي أنت عطني الخدمات الأساسية هذه وظيفة مجلس الوزراء والله ونتمنى الوزيرة يعني بحكم علاقتها في مجلس الوزراء مع الوزراء يعني تتكلم عن موضوع منطقة الخيران ومساعدة يعني أهالي المنطقة إذا في كلمة أخيرة عدنا نحن وصنعيكم النهاية أتوالله يعطيكم العافية استضافتوني نتمنى لحين هالمطالب هذي أنا ما بي أقدم نداء هذا حق أصيل لنا نتمنى المسؤولين بعد هاللقاء هذا شوي يتحركهم تحرك شوي حق الأهالي في ناس ترى ذوي احتياجات خاصة موجودين وفي عوائل صال لها ما شاء الله عشرين سنة ينطلهم بيت ليه متى بيعيش خلاص ما بقاله يمكن عشر سنين يقعد أبن العمار بيدله بس خلاص وفر له الخدمات الأساسية خلو يروح يقعد على قوتهم بيته يستطر ست سنين قاعدين هناك ست سنين بدون خدمات ست سنين قل تتروح البر شهر يعني وشوف ونحن بعد وياكم عدنان وانتو خلو يونور يعني انحنا راح نتابع موضوع منطقة الخيران السكنية وراح نكون وياكم خطوة بخطوة الآن الندال لأخت الوزير المهندسة جنان بوشهري وهي والله من الشخصيات الواحد اللي اعتز فيها وكل وزراء ان شاء الله فيهم الخير لكن نتمنى التحرك يعني العمل الفعلي لمواطنين تم الأخذ منهم يا معالي الوزيرة أقصاد اللي هي أقصاد البيت وتوقف عنهم بدل الإيجار وهم مو قادرين يسكنون في المنطقة لا توجد احتاج مسألة ترى هي مسألة تنسيق بس مع كل الجهات ان كان هيئة الزراعة او ان كان الصحة او كان التربية او حتى الامن في غضية المخفر وغيره فنتمنى ان هذه الرسالة تصل وان لا يكون عندني يعني انا اعتقد الدولة عطت اراضي ووزعت اراضي وبنت بنية تحتية مثل مدارس وغيره ويتم تلافها ويتم اهمالها يعني حرام هذا يدر بس مسألة تنسيق ترى والله مسألة تنسيق وترتيب محمد بورتاج ما قصر غطى كل الجوانب انا اقول لحق الشباب اتمنى لو الحكومة الآن الاخت الوزيرة جنان بو شهري تعطيكم وتعوضكم بيوت سكن على الاقل ما فيها بو سيكر ما علي عندهم مزارة عندهم هما شمع ما عندهم شمع عائلة شمع 300 عائلة لساكنين 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 حيثاتي الحين 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 عدنا ندافع ل200 ألف عشان يبني بيت انا ما بيعمل عشان يطالع ويقفت عني وانا لأي حين قاعد بأجار رد رد يقول لي يقول لي انا ما اتقرع قانون يقول هذا فوض فجأة القانون صاف احنا يطبق حرفيا يعني عطني حقي وانا راضي انور صرخو من عند الغرار من الأجار وزير السكان وزير السكان يلا يتحرك وزير السكان وزير السكان وزير السكان وزير جنامو شيري نكلمها نيبها نيبها نكلمها ونعاتبها نكلم وصل لهذا لا يصير لا يصير حالات السثنائية هذي هنشي بدل الأجار والله وعطيهم بدل طريق من تاخذ خبز من تشتري خبز الجميع ما عندك جميع تنزل الديرة خلاص الغاز عندك لازم تنزل شي ثاني يعني هنا لذا بسكن باليوم بقتلي عشر دناني رب تنكر كم مرة بصب قطل كمية وخمسين نمية دينار بس هو في نقطة خيرة وما راح اطول فيها ان شاء الله هلت مشكلتك بالدولة هني عدم الوزارة تنفذ موم المعقولة أنا يعني احنا هذا قاشفه كل الوزارات حتى وزارة تربية وزيري يحط اسلوب ويوزيري يكنسل اسلوب سياسي انا هيت حطيت منطقة خيران ثلاث قطع يا الوزير الثاني ارمون مقتنع وقف حول على المطلع هذا اسلوب هو لقي يضيع الناس يعني في النهاية انا شنو ذنبي انت مو مقتنع بس بي وزير قبلك بدأ العمل في النهاية انت زاز متكمل يعني وتحطي هذا القطع مثل ما قادر ما قادر اشغل الماء لان انا عدد سكاني قليل وكل ما وكل ما تروح اقوا واحد يقول لك عدد تكون قليل وزاي شب الله ورح ايب ناس من بره يقول ليش تخبرون ليش خذيته وزير السابق قال ليش خذيته قلنا له متى بتكمل منطقة متى بتوزع القطع الباجي قال لحين احنا موقفين الخيران وقع نمشي زحف افقي من صباح لحمد يعني احنا ماشي نزحف الرمال صراحة ماشي نزحف الرمال احنا نقول بالنهاية احنا اليوم من خلال هالفغرة وهالحلقة اننا نحاول نوصل صوتكم للمسؤول نتمنى يعني في اكثر من شيء اذا المسؤولين في هالتلفزيون وطالعين وتتكلموا عن مشكلتكم مواطنين ما يبون شيء يبون يسكنون في بيوتهم اللي وزعتها الدولة اعتقد من حقهم في مسألة الخدمات الاساسية في المنطقة فنتمنى كل مسؤول وعلى رأس وزيرة الاسكان وكل الاخوان انهم يتجاوبون مع الاخوان في منطقة الخيران السكرية مشكور عدنان رمضان اعطيكم لا مشكور انوار صرخوا ان شاء الله نزوركم في دواوين في بيت العمر بعد ما وجود الخدمات بس نجيب ماينا معانا ماشاء الله عندي عودة ان شاء الله زورونا فيها انا بيبلكم جسم الكراف هذه خمي الله اسراب شكرا لكم على تواصلكم معانا مشاهدين الكرام احنا وصلنا يعني الى الختام شكرا عدنان شكرا انوار راح بطلع معاكم فاصل كصير وراجعين لكم شكرا لكم